فياد طورو الجديد مودال 2022 تحفى فنية من الصانع الايطالي قامت فياد بتغيير سيارة طورو بشكل كبير سواء من الخارج او الداخل بالاضافة الى الجزء الميكانيكي مما يجعلها تحتوي الان على محركات توربينية من الامام فياد طورو اتت بشكل جديد كليا انسية بانيق يعطي رونقا رائعا خاصة مع الاضواء الاد النهارية مع عجلات معدنية اتت بشكل جديد كليا قياس 16 و 18 بوصة وسعة خزان الوقود 60 لتر و 820 لتر للسندوق الخلفي داخليا تمت زيادة شاشة وسطية متعددة الاستخدامات تعمل باللمس تدعم نظام الاندرويد اوطو الابل كار بلاي ويطراوح حجمها من 7 الى 10 بوصات ويختلف حجم الشاشة حسب اصدار السيارة اما ميكانيكيا اجرت شركة فياد ايضا تحديثا كبيرا اسفل الغطاء حيث تقدم محرك جديد سعة 1.3 لتر مزود بشاحن توربيني يتغدى على البنزين والايثانون يدخل محرك جديد قوة 185 حصان و 270 نيوتر متر من عزم الدوران الموجهة حصريا الى العجلات الامامية عبر ناقل حركة اوتوماتيكي بستة سرعات وتأتي ايضا بمحرك توربيني سعة 2 لتر يعمل بالديزل يولد قوة 170 حصان و 350 نيوتر متر من عزم الدوران يتم ارساله الى كل المحورين من خلال ناقل حركة اوتوماتيكي من 9 سرعات وتبدأ اسعار فيات طورو 2022 من 21000 دولار اللي هي 289 مليون سنتيم و 34400 دولار للأعلى فئة اللي هي 472 مليون سنتيم سلام